دربت على السلاح؟ يعني برضو فيه شغل سلاح كتير المسلسل ده كله ضر منه يعني ده كان من أصعب الحاجات بالنسبة لي عن المشاهد في مشاعر والحاجات دي عملت نعم طبعا لازم أسوق مشاعري الطريقة يعني تلائم الشخصية بس أنا كان الأكشن كان هو أصعب حاجة بالنسبة لي لأن أنا تقريبا أول مرة أتعامل مع السلاح بالشكل ده بس طبعا كان معنا السادة الزباط اللي بيدربوني على السلاح لأن أنا في المعركة مثلا اللي هي في آخر بتبتدي من أول بدايتها بتبقى في الأول الانفجار في آخر الحلقة الثانية وبنفتح سيكوانس الأكشن ده في الحلقة الثالثة فأنا بدرب الأول بالسلاح الآلي اللي هو الرشاش وبعد كده بدرب بالجيرينوف وبعد كده بدرب بلدوية القناصة فطبعا الأسلحة دي أنا أول مرة أتعامل معا في حياتي لأن أنا كماما خدمتش في قاتل المسلحة لأن أنا وحيد أبو يا أمي الله أرحمه ومكفر له مسامحة عمارة فما دخلتش الجيش آه فكان بالنسبة لي الموضوع مش سهل يعني مش سهل كمسئولية بس تعلمت بسرعة جدا يعني الحمد لله رب العلمين تقيل حمل السلاح وكده ولا كانوا بيدوكوا أسلحة يعني بسامحوها لا لا بسلاح بجد يعني سلاح حقيقي يعني بس هو طبعا ما بيدربش الطالق اللي جواه في شينك عشان ما حدش يعني يحصله حاجة بعد الشر يعني لأنه هو بوش زار يعني بس السلاح نفسه تقيل الفيست اللي بنلبسه الملابس نفسها أول ما الواحد بيلبس البدلة العسكرية كده بيحس إحساس أقسم بالله وحيات ربنا ما بيقول يعني كده أنا بقيت أحس إن أنا إنسان تاني لأن أنا من وانا صغير أنا كان نفسي أصلا يعني كان نفسي ألبس البدلة العسكرية وعلى غير العادة إن أنا حزنت إن أنا ما كنتش مجند في يوم الأيام كان نفسي بحس يعني كنت بس معا من الناس دايما اللي بيخش الجيش بيطلع منه واحد تاني أو بيطلعوا رجالة يعني رجالة رجالة يعني أو بالضبط وبيبقى قدرته على تحمل المسئولية وعلى الصعاب وكده فكان نفسي فلما لبستها كده يعني حسيت أحسيت كمش عارفة أشرحها يعني